مجلس الوزراء يتخذ قرارات متعلقة بالجانب الخدمي لجملة من المشاريع الخدمية المهمة في بغداد والمحافظات من بينها زيادات بنسب الاحتياط والتكلفة إضافة إلى استحداث مكون الأعمال التكميلية للمشاريع خطوة تهدف إلى وضع السبل والآليات لتسريع إنجازها في أقرب وقت هناك ثلاث مشاريع صحية اثنين في محافظة ديالة والآخر في محافظة ديقار بعد أن وافق مجلس الوزراء على إضافة هذه المبالغ أصبحت الأمور واضحة ونتوقع أن يكتمل بناء المستشفى خلال الأشهر القادمة هذه القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء بالتأكيد ستعطي دفع قوية لهذه المشاريع وبالنتيجة المضي بإنجازها خلال هذه السنة والسنة المقبلة مجلس الوزراء قرر أن يكون هذا العام 2024 والعام المقبل عام إنجاز المشاريع المتلكية هذا العام ستنجز منها 90% تقريبا أو أكثر وما تبقى سينجز خلال العام المقبل 2025 هذه كل حقيقة تحظى باهتمام كبير من قبل مجلس الوزراء والسيد رئيس مجلس الوزراء وهنا قرارات تتخذ باستمرار للمضي باتجاه إنجاز هذا الملف والانتهاء منه بأقرب وقت البرنامج الحكومي وضع ضمن أولوياته إنجاز مشاريع ستراتيجية بجوانب متعددة تخص البنية التحتية من طرق وجسور وكهرباء وإنشاء مستشفيات وبناء مدارس فضلا عن تأهيل الكثير من الأبنية الوزارة تحظى بدعم كبير من قبل رئاسة الوزراء لغرض إنجاز المشاريع من التوقيتات والمواصفات المرسومة إلها اليوم الوزارة الحقيقة أنجزت أكثر من 80% فيما يخص التزاماتها بالمرنامج الحكومي لعام 2023 وأنجزنا أكثر من 100 مشروع وتطلق الحكومة بين الحين والآخر خزمة من المشاريع التي تلامس حياة المواطن اليومية مشاريع تعتبر طورة لتحسين واقع الخدمات في البلد وبحسب مختصين فإن العام الحالي سيشهد إنجاز العديد منها كونه عام الإنجازات وفق وصف رئيس الحكومة أثير عادل العراقية الإخبارية بغداد اشتركوا في القناة